بينما تسعى إسرائيل لفرض هيمنتها العسكرية أقليمياً يظهر أن التهديد الحقيقي يكمن في الداخل انقسامات سياسية، احتجاجات اجتماعية وازمات اقتصادية متصاعدة كلها عوامل تدفع مراقبين للتحذير من أن البنية الداخلية لإسرائيل تتآكل بوتيرة تهدد استقرارها الوجودي وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ظل عجز الحكومة عن تحقيق أهدافها في الحرب ففي قلب هذه الأزمة تزداد الضغوط على رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذي يواجه انتقادات لاذعة بسبب سياساته خاصة تجاه ملف الأسرة في قطاع غزة الذي يتهمه خصومه بتجاهله لتحقيق مكاسب سياسية فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وعود قدمها فريق ترامب لإسرائيل تتضمن تسهيل شحنات الأسلحة حل عودته للبيت الأبيض ورغم ذلك يرى المحللون أن الإنقسامات الداخلية تشكل التحدي الأبرز لحكومة نتنياهو وسط اتهامات متزايدة بسوء إدارة الملفات الداخلية آخر فصول هذه الأزمة كانت حادثة استهداف منزل نتنياهو في قيساريا بقنابل ضوئية حيث كشفت صحيفة إيدي عوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم ضابط احتياط الرفيع في الجيش الإسرائيلي شارك في الاحتجاجات الشعبية فيما يرى مراقبون أن هذه الحادثة تكشف عمق الأزمة الأمنية والاجتماعية حيث تتصعد دعوات التحريض والفوضى داخل إسرائيل وهو ما كان يؤكد عليه نتنياهو مراراً في خطاباته السابقة بوصفه الانقسام الداخلي يمثل خطراً وجودياً لتل أبيب ويستدعي علاجاً سريعاً لكن المعارضة تستغل هذه التصدعات لتأكيد ضعف حكومته فضلاً عن فقدان ثقة الشعب به وبهذا المشهد يبدو أن إسرائيل ليست فقط أمام تحديات خارجية بل تواجه معركة شرسة للبقاء على قيد الحياة من الداخل بحسب مراقبين ما يفتح باب التساؤل حول مستقبلها في ظل هذا الانقسام المتصاعد ترسيل مستقبلها嘛 لعضة وظل هذا الحال على نتخل ان يج eles فعلم م soaked الانقسام المت Ace of Creative خطوت ،ering